السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمل ما يلي 2x-1 x-5 1-2-x 4-3x هنا نبحث عن العامل المشترك نلاحظ أنه لا يوجد عامل مشترك بين الحدين هذا هو الحد الأول هذا هو الحد الثاني إذن نحاول أن نبحث عن هذا العامل المشترك هنا سأضرب الحد الثاني هذا هو الحد الثاني سأضرب الحد الثاني في ناقص 2 وأقسم على ناقص 2 لاحظ أضرب في نفس العدد وأقسم عليه لن يتغير شيئا A في الس على الس تساوي A سي وخالف سي فر أي عدد ضربناه في نفس العدد وقسمناه على نفس العدد فلن يتغير شيئا لاحظ 2X تساوي 2X ناقص 1 X ناقص 5 ناقص كلنا سأضرب هذا الحد هذا هو الحد الثاني أضربه في ناقص 2 يعني أضرب ناقص 2 هنا أو هنا أنا سأضرب هنا هنا سأضرب ناقص 2 سأضرب في ناقص 2 هنا لاحظوا ناقص 2 في 1 على 2 يعني ناقص 1 هنا أضرب في ناقص 2 أيضا تصبح زائد 2X وقلنا وأقسم على ناقص 2 أقسم على ناقص 2 يعني أضرب في ناقص 1 على 2 وناقص مع ناقص تصبح زائد إذن 1 على 2 يعني أقسم على 2 عندما أضرب في 1 على 2 يعني قسمت على 2 عندما أضرب في ناقص 1 على 2 يعني قسمت على ناقص 2 في 4 زائد 3X الآن نلاحظ أن المعامل ظهر جليا وهو 2X ناقص 1 2X ناقص 1 نبسط أكثر هنا تصبح 2X ناقص 1 ضرب الجمع تبادل 4 زائد 3X إذن هذا هو العامل المشترك أعمل به 2X ناقص 1 في أفتح المعقوفة 2X ناقص 1 ناقص 5 زائد 2X ناقص 1 في ماذا؟ في 1 على 2 في 4 زائد 3X إذن 2X ناقص 1 2X ناقص 1 في X ناقص 5 زائد 1 على 2 2X ناقص 1 في 1 على 2 في 4 زائد 3X هي هذه الكتابة تساوي 2X ناقص 1 أتخلص من المعقوفات أو أخذ المعقوفة وأتخلص من الأقواص X ناقص 5 1 على 2 في 4 يعني نصف أربعة نصف أربعة واثنان زائد 1 على 2 في 3X يعني 3 على 2X نتابع تساوي 2X ناقص 1 أحسب هنا أجد لاحظ هنا X زائد 3 على 2X X زائد 3 على 2X لاحظوا معي سأضرب هنا في 2 وأقسم على 2 2X على 2 إذن 2X على 2 هي X زائد 3 على 2X لدينا نفس المقام الموحد أحسب به وأجمع وأجمع البسطين يساوي 5X على 2 إذن هذا المجموع يساوي 5X على 2 إذن X زائد 3 على 2X وجدنا هو 5X على 2 وناقص 5 زائد 2 ناقص 3 أجمع البسطين أجمع البسطين وخمسة X على 2 تساوي 5 على 2X في X والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك المترجم للقناة